الله يسعد لي أموركم الأكل اليوم كل لياتنا منعملها بس جايب لكم طريقة تعالوا نعملها سوا ويلا يا بسم الله مرحبا أخواتي حبايب أنا عملت صينية صغيرة فأخدت أربع حبات بطاطا بس أنتوا كتروا البطاطاياتها لأنه هالطريقة اللي جايب لكم ياها بالطعم كتير فأخواتي منفرم كل حبات بطاطا أربع فرمات ومنقلية نصف أليه وهاتو كان فخد وشوكي بدنا نشوك لفخات بهالطريقة هاي لك فخاد مين اللي بدك تشوكه إخواتي من غزوزنة غزوز منكون محضرين مقلاية أو صينية فرن ومشعلين تحت النار منخلع كبشة زيت نباتي ومننزل لفخاد عزي على كل وش عشرة آية حبايب والغرض من تقلويتهم بهالطريقة هيك منشان ينزل فروج دفارته لك ياك ما أغلظو هالفخدولة عمي زبلت الزبلة يا عمي مين عطاني هالملأة هادة أنا بحب اشتغل بإيدي وهلأ هاتو أحد زبادي المطبخ بدنا هدونا البهارات ويلي هنه فلفل أبيض وكاري وبابريكا وتوم بودرة وجوست الطيب وزنجبي معلقة الدبس بندورة صغيرة ومعلقة الدبس فلفلة صغيرة وشوية صوية صاص على حسب الكمية اللي عنكم ومعلقتين ثلاثة حاميض وزيت زيتون حبت زيت زيتون إخواتي وهاتو رشة ملاح ونص معلقة صغيرة فانيليا ومنقلبهم بهالزبدية مندوخهم تدويخ وهلأ هاتو صينية الفرن وإذا بحلفلكن يمين أنو هالبطاطا مقلية نص أليا أما راح تصدقوني لأنو شكلة مقلية 85 أليا بس علي ما علي أنو نوع البطاطا هيك ورشيت عالبطاطا فلفلة خشنة وزعتر أورغانو وهلأ هاتو قام حبة بابي بصلي مندريا بأرض الصينية لأنو طيبين هدون بس يطلعوا من الفرن إخواتي وهلأ هاتو هالفخاد حاشتهم بقى وكمان منمعت كل فخد غزتين ثلاثة بس على الماشي أو منجل غمر جلغم بالصاص اللي عملناه بس أنا ليش حاسس حوالي فطرط والله ما بعرف عم لحمس على الفخدة لحمس اللهم إني صائم هذا يا سيدي قبل رمضان بيومين حكاني وواحد صاحبي قال لي مشي على السوق بدي أشتري تمر لأن أنا برمضان ما بفطر باكل ثلاث تمرات والإمتين على الخفيف قالت له مشي والله واشترينا ومن ثلاثة أيام كنت معزوم أنا وصاحبي هذا نفسه لعند جماعة على الفطور والله وهالجماعة حاطين تمر على الفطور والله وقدن هالمغرب اطلعت على صاحبي حامل كوساية محشية بإيده ولقمت فريكا بتمه ومجهز نصر غيف كبنية طلعت بصحن التمر وغمزته لصاحبي قلت له هاي تمر كل عم زورني وقال لي خليك بحالك وكل تمر قلت له على أساس بتاكل ثلاثة تمراته لقمتين خفاف راحت نص الصفرة تلسع والله ما بتتأخذ محل فأخواتي منرجع للطبخة سلفلنا الصينية وحطيناها بالفرن على أعلى حرارة فوق تحت وبعد نص صاعة منشيل السلفانة منشان تأخذ وش وعينكن عليا وبس صارت بهالشكل هذا يا أخواتي شو ريحتها شو هالريحة دخيل النبي وهاضي كانت أكلتنا لليوم فروج وبطاطا بالفرن والله يسعد لي أموركن ربي أخواتي جربوها بنفس الطريقة أرح تعجبكن كتير والمام تابعني تابعني وحطولي لايكين وألف صحة وميت هنا لكو حياتي اتو ترجمة نانسي قنقر